مونجور نحن اليوم بدنا نحضر فتة فتة بلبن لنحضر الفتة نحن بحاجة للبن خبز مقلي خل نعنع يابس طوم معلقة سمنة سنوبر و لوز مقلي وهون عندي حمص بعضه مسلوق تبدوش أول شي بحط الحمص المسلوق بكعب الجانت البيريكس هون فينا نحن نحدد الكمية حسب عدد الأشخاص هيدا تقريبا هالكمية بتكفي لثلاث أشخاص بعد ما حطيت الحمص بدي حضر اللبن للبن بدي حط فوق منه الخل نعنع اليابس خلي شوي للأخير للزينة التون التون هون اختياري ممكن يحط الواحد حسب الغاخبة حسب قدية بحط بوة طعمة التون وفينا ما نحطه كمان بخلط اللبن خليط اللبن خليط اللبن خليط اللبن ممكن أن تضع من خليط اللبن ربض اللبن خليط خليط ممكن أن تضع فردة. حطة بالطوية شوية زيت تحتى ما تطلع طعمة السمنة كتير قوية وبنفس الوقت حتى ما تحتلق. حتى ما نجرح الدفار يفضل ونستعمل معلقة الخشب. للي ما بحب السمنة فينا نستعمل الزبدة بدل السمنة. حط اللوس. انا قليتهم قبل بس تحتى يرجعوا يصخنوا. السنوبر. هلا بما انه فترة الصيام فهيدا الطبق هو ممكن يكون كتير منيح للي صايمين. قبل ما تسخن السمنة منيح برجع بكفة بجيب الخبز المقلي. بحطه فوق الحمص. برجع اللبن. اللبن لازم يكونوا مضحرينه من البراد قبل بوقت لحتى ياخد حرارة القوضة. حتى ما يكون كتير الفرق بين السخن والبارد قوي. بحطه فوق الخبز. بحطه غطي بالكامل. بحطه فوق الخبز. بحطه فوق الخبز. بعض الصمين والزيت ، هلا متل ما انكم شايفين هون ، وصار فيها جلب بطريقة كتير بسيطة اذا كاني توصلت للحرارة اللي انا بديها باخد شوي وحطها فوق اللبن ما عملت صوت تشيت فيعني بعد بتدار شوي لتسخونه توصل للحرارة المصولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث التقرب اشتركوا في القناة كتير تقيلة. وفينا كمان انو للي الاشخاص اللي ما بيفضلوا هالقدة سم فينا ما نحط السمنة ولا حتى الزبدة. نقلي القلوبات وبس نحط هم على الوجه. وللي بحب كمان فينا نزيد عليها لحمة مفرومة على الوجه هيك بتبطل طبق فيجتارية او نباتة. برجع بجيب النعنع اليابس اللي خليته للاخير. وبرش رشة على الوجه. والف صحة وهنا. صحتين.